مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية الصفة الثانية متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثامن كاملا بالإضافة إلى التمارين الأضافية هذه التمارين الأضافية بعضها مهم ومن الممكن أن يجينا بالامتحان وبعضها غير مهم سنطلق فقط للتمارين المهم، الأنشطة المهمة والأنشطة التي يمكن أن يجينا بالامتحان التحريري أحاول أن سجلوني إلى الملاحظات التي سنطلnierها س 63ulli اليومت الثامن كله والتمارين الأضافية كلها إضافة إلى الأشغالات المهمة بها قليلة جدا وأغلب أنشطتها عنشط صفية غير مهمة للامتحان التحريري أو للامتحان الشفوي إحنا ستعود إلى اليومت الرابع ، مراجعة اليومت الأول الثاني والثالث وليونت الثامن مراجعة ليونت الخامس والسادس والسابع فلذلك أغلب أنشطت أنشطة صفية نبدأ بالدرس قدنا نتعتبر هذه الوحدة للمراجعة مراجعة للوحدات الخامسة والسادسة والسابعة ولا يوجد فيها موضوع جديد ونحن نتطرق فقط للأشياء المهمة فيها نعم نطين الصور يقول لك هذا بيكترز انظر إلى الصور try to guess what the information each person got wrong make notes of your ideas نعم مجرد طلاب يقرون هذه النصوص هذا مجرد نصوص الاطلاع غير مهم من المتحان التحرير و المتحان الشفوي نحن نقراها للتدريب فقط what she must be there ماذا هي يجب أن تكون هناك she gave me her number لقد أعطتني رقمها and told me to phone at 6 o'clock وأخبرتني بأن أتصل في الساعة السادسة there is nobody at home what can I do لا يوجد أحد في البيت ما الذي يمكنني فعله my name is Jane Smith اسمي Jane Smith I have an interview at 4 o'clock ولدي مقابلة في الساعة الرابعة Suzanne wrote down the wrong number and I think she should have Suzanne كتبت رقمها وأعتقد بأنها فرأة هذا المجرد أنشط صفي غير مهم بامتحان التحريري أو امتحان الشفوي وراها كذلك قطعة كنشاط للقراءة رح نقرأ ونوضح مفرداتها للمعلومات لا أكثر محمد has always wanted to be a pilot محمد دائما ما أراد أن يصبح طيار when he was a little boy كعندما كان ولد صغير he played with toy planes كان يلعب بألعاب الطائرات other boys played with their cars والأولاد الآخرين يلعبون بألعاب السيارات and trains والقطارات he used to sit in the garden اعتاد على أن يجلس في الحديقة and look at the sky وينظر السماء waiting for a plane pass over his head منتظرا طيارا تعبر من أعلى رأسه his father sometimes took him to the airport to see the planes والده كان عادة ما يأخذه للمطار لكي يريه الطائرات محمد did very well at school محمد عمل بجد he worked hard at everything عمل بجد بكل شي but لكن especially at maths خصوصا بالرياضيات and English واللغة الإنجليزية because he needed these subjects to be a pilot لأنه يحتاج هذه المواد لكي يكون طيار he knew at English that English is language of the air هو يعلم بأن اللغة الإنجليزية هي لغة الجو so he did a lot of extra work on English in his spare time لذلك هو كان يعمل بجد على اللغة الإنجليزية في وقت فراغة محمد got top marks in his final school exams محمد حصل على أعلى الدرجات في الامتحانات النهائية and he was able to go to the aviation college in Germany to train as a pilot لذلك هو ذهب في الكلية كلية الطيران في ألمانيا لكي يتذرب أن يكون طيار محمد will never forget his time at the college or the people he met there محمد سوف لن ينسى وقته في الكلية أو الناس الذين التقع فيهم on the day في اليوم when he took off his first solo flight وفي اليوم الذي أقلع بأول رحلة طيران فردي he was a little nervous كان بعض الشيء متوتر but he was also excited to be flying لكنه كذلك كان متحمس أن يطير بالطائرة playing by himself بنفسه it was really exciting كان الأمر جدا مثير he told his friends afterwards أخبر أصدقائه وبعدها في مدة محمد also had to take written exams كان عليه أن يأخذ أو يعمل امتحانات تحريرية which were very difficult كانت جدا صعبة however على أي اتحان he passed them all اجتازها جميعهم the day I got my pilot's certificates was the best day of my life he said اليوم اللي حصلت بي شهادة الطيار كان أفضل أيام حياتي هو قال بين أو بين نفسه هذا ما يخص هذه القطعة هذا مجرد نشاط أنا كاتب عليه نشاط قراءة للإطلاع غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي الآن ننتقل إلى تمرين رقم ثلاثة يقول لي fill the words three املأ شجرتك كلمات هذا التمرين بعض الشيء مهم من ممكن يجينا على الشكل اسقاطات مثل ما موضحاني أبع على التمرين بمهزمة شي يقول لي يقول لي an animal حيوان with the spots on its fur بيبقع على الفر ومالتا شنسمي نسمي اليوبارد داخلنا الحيوان اليوبارد اللي هو الفهد a dry fertile area of land قطعة أرض infertile غير خصبة dry جاثة شنسميها سميها desert frozen water ماء متجمد شنسمي سميه ice جليد someone who repair cars شخص يصلح السيارات شنسمي سميه mecanic a policeman and nurses have to wear this الشرطة والممرضات يرتدون شنو uniform زي رسمي this person make things of with wood شخص يعمل الأشياء بالخشب شنسمي carpenter النجار another word of rubbish كلمة أخرى كلمة ربش اللي هي النفايات سميها لتر كذلك معناها نفايات this person teaches people to play football netball شخص يعلم الناس كيف يلعبون كرة القدم تنس الريشة شنسمي سميه coach مدرب the person takes care of your teeth شخص يعتني بأسنانك شنسمي نسمي dentist طبيب الأسنان هذا التمرين مهم جدا ومن الممكن يجينا بالامتحان على شكل اسقاطات يجيب لي أحد هذه الجمل والكلمة المناسبة لها ينطنيها بالتمرين ويقول لي سقط الكلمة بالفراغ المناسب أما التمرين اللي بعده اقرأ القطعة واجب على الأسئلة أعيد وأكرر استرسل الأستاذ ماتك إذا هذه القطعة مطلوبة فلازم تحفظ الأسئلة المتعلقة بها اللي رح نشرحها بعد دقائق وإذا لم أطلبها من عندك ما طلبها من الأستاذ من عندك فهي قطعة مجرد القراءة وغير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي my hobby هويتي my hobby began when I was a boy هويتي بدأت عندما كنت طفلا I have enjoyed collecting fish كنت أستمتع بجمع الأسماء and learning about them ونتعلم عنهم since then ومنذ ذلك الحين when I was 10 عندما كنت في العاشرة I made my own aquarium ومنذ أن كان عمري عشرة عوام صنعت حوض السمك الخاص به my mother gave me a big glass bowl أمي أعطتني إناء زجاجي كبير I put some stones and plants in it ووضعت بعض الأحجار والنباتات فيه I filled it with water and put my fish in وملأته بالماء ووضعت سمكاتي في they were goldfish كانت سمكة ذهبية when the first baby goldfish arrived عندما جاءت أول أو ولدت أول سمكة ذهبية I was surprised كنت متفاجئ to see that they were black كنت متفاجئ من أن لونها كان أسود then a friend told me that the baby goldfish are always black ثم أخبرني زميلي بأن السمكة الوليدة الجديدة the goldfish عادة ما تكون سوداء they change color as they get older يتغير لونها لما يكبرن my favorite fish is a great white shark حيوان المفضل أو سمكة المفضلة هو القرش الأبيض الكبير most people think it is killer معظم الناس يعتقدوا بأنه قاتل there have seen 333 known attacks since records began كان هناك 333 هجوم منذ أن إحصائية هجوم لهذه القروش منذ أن بدأت الإحصائيات but for me لكن بالنسبة لي it is a beautiful animal إنه حيوان جميل a few years ago قبل عدة سنوات I went all way to Australia ذهبت إلى أستراليا just to see it at the wild فقط لرؤية هذا الحيوان اللي هو الشارك القرش after about an hour وبعد ساعة one appeared next to our boat ظهر أحداهم بالقرب من قاربي it was about five meters long كان طولة حوالي خمسة أمتار almost as long as the boat بالضبط تقريبا حجم بحجم القارب that was one of the best days of my life كان ذلك أفضل من أفضل أيام حياتي هذا ما يخص القطعة الآن نجلل الأسن المتعلقة بالقطعة is the writer a fisherman هل هذا الكاتب كاتب هذا القصة في شرمان صياد هو مو صياد لكن هو يحب السمك فأقول له no he isn't what was his first acquirem ماذا كان أول حو سمك خاص به glass bowl إناء زجاجي سوى على شكل حوض what did he put it in it ما الذي وضعه فيه قلنا وضع stones هجارة بلانت نباتات water and goldfish والسمك الدهبي what surprised him about baby goldfish ما الذي فاجأه عن هذه السمكة الصغيرة they wear black and the chanlon has what is his favorite fish ما هو حيوانه أو سمكته المفضلة the great white shark where can you see a great white shark in the world أين يمكنك رؤية هذا القرش الأبيض الكبير قلنا في أستراليا في مدينة أستراليا وراها يقول لي match the phrases from the box to their meanings طابق ظن كلمات بالمعاني مالتهم قلنا الأكوايروم اللي هو الحوض السمك شو نسمي a glass home of four fish هو بيت زجاجي للسمك expensive gali معناها not cheap ليس رخيصا أعود وأكرر إذا الأسترال طلبها منكم هذه القطعة فهذه الأسئلة لازم تعفظوها وإذا ما طلبها من أتكم فتتبر فقط قطعة للقراءة ذلك المهمة بامتحان التحريري أو الامتحان الشفاوي تمري سي يقول لي complete the text use the correct from the verbs and the brackets يقول لك أكمل النص بالشكل الصحيح للأفعال هذا السؤال بعض الشيء مهم يعني هو ينطيني جملة بها فعل هذا الفعل يقول لك صحح ليا حسب شنو حسب الظروف حسب زمن الجملة يعني هنا لقيت last جملة ماضي بسيط إذا الفعل ماضي فأقول له moved هنا لقيت weekends معناها جملة مضاهرة بسيط فأخلي الفعل مجرد لأن الفاعل we وهكذا ال when يجوى راها ماضي مستمر فأقول له where climbing وهكذا إذا نشوف الجملة إذا بها دليل أستخدم الزمن المناسب لهذه الجملة أما التمرين اللي بعده التمرين رقم واحد صفحة 123 يقول لي اكتب إنشاء حول أفضل يوم في حياتي نانا مثلا أن أقول له طبعا هذا يعتبر إنشاء الوحدة الثامنة هم كذلك بعض الأسات التي يطلبوه وبعض الأسات التي يستخدمون عنه إذا طلبوا من أقتكم لازم تحفظون هذا النص شأقول على سبيل مثال I still remember the day when I passed the final exam لازلت أتذكر اليوم الذي اشتست فيه آخر امتحان and graduated from primary school تخرجتم من المدرسة الابتدائية My family made a party عائلتي عملت party حفلة and invited my relatives and friends ودعوا أصدقائي وأقاربي My parents were very proud والدائي كانوا جدا فخورين and I was very happy وكنت جدا سعيد All of the attendants both present for me جميع الحضور جلبوا هدايا لي I thank them all for their support وشكرتهم جميعا للدعم مالتهم after the party وبعد الحفلة We went to the cinema ذهبنا للسينما because my parents know that I love watching films on the cinema لأن عائلتي أو واردايا يعرفون بأنني يحب مشاهدة الأفلام في السينما هذا الإنشاء هو إنشاء الوحدة الثامنة إنشاء مهم جدا 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 خصوصا بامتحان أخير السنة لأن هذا بعد ما جايك ميام بالامتحان الشهري أغلب الإنشاءات جابوكم مهم بالامتحانات الشهرية لذلك الإنشاء اللي ما جايبيه لحد الآن هو هذا في احتمال جدا جدا جبير أن يجيك بالامتحان الأخير السنة هسا نجي على Extra Activities التمارين الأضافية لدينا بعض التمارين المهمة نحن نحطرق فقط للتمارين المهمة فهنا هنا شي يقول لي يقول لي Have you أنه طبعا يقول لي صحح الفعل مثلا Have you ever see ويقول لي صحح لي نحن نعرف سابقا أنه إذا لقيت Have الجملة فالفعل يجب أن يكون تصريف ثالث فالتصريف الثالث ما سي شنوى seen الجملة الثانية لقيت Now الجملة بيازة من مضارع مستمر قبل التالي أقول I am working فعل عز وار وام وفعل يحمل ing اللي بعدهم When I نعرف أن بعض الأحيان يجي وراها ماضي بسيط When I saw a whale in the sea last week شوف أنه لقيت لقيت last عرفنا أن هذه الجملة ماضي بسيط بالتالي الماضي ما لقيت see شنوى saw وهكذا I used to نعرف أن يجي وراها فعل مجرد فأقول I used to take وراها My sister بواعت بالجملة لقيت last فش أقول الجملة ماضي بسيط الماضي ما لقيت شنوى was وهكذا هذا مجرد تبرين ويقول لي صحح الفعل اللي بين الأقواس اللي بعدها يقول لي يستخدم لي أما should أو must هذا التمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحييري نشرحنا بشكل مفصل بدروسي السابقة شوك تخلي must تكون الأوامر والقوانين وشوك تخلي should تكون للنصائح النصائح الطبية الصحية إلى آخره على سبيل المثال people must or should study at university الناس يجب لو عليهم أن يدرسوا الجامعة if they want to be doctors إذا أرادوا يصيرون أطباء هل من الممكن أنه واحد يصير طبيب بدون أن يدرس بالجامعة أكيد لا إذن أقول له must يجب أن يدرسوا لكي يصبحوا أطباء الجملة الثانية ترهم must أو ترهم should شوف أقول لي people عليهم أن لو يجب أن يفكروا of their neighbors يفكروا في جيرانهم and not play music to learn وأن لا يشغلوا الموسيقى بشكل عالي جدا أقدر أقول هذا شيء قانونا ما يصير فأقول must وأقدر أقول هاي نصيحة أخلاقين يجب أن نلتزم بيها فأقول should we foreach protect wild animals if we can نحن علينا لو يجب أن نحمي الحيوانات البرية لأننا قال لي if we can إذا يمكننا بما أنه قال بالإمكان إذن هذه نصيحة فأقول له should police officers بما أن police officers إذن هذا قانون قبل رح أختار رح أختار must مثل ما وضحنا هذا التمرين مهم جدا ويجينا على الشكل الاختيارات يجب لي أحد هذه الجملة يقيلني بين must و should وأنا لازم اختاري اختيار مناسب للجملة أما التمرين الأخير يقول لي write sentences again in the passive form بالpassive شين معنا passive معناها المبنى المجهول هذا التمرين مهم جدا يقول لي people تذكرون القواعد المبنى المجهول نحذف الفاعل ونقدم المفعول به في بداية الجملة فأقول lots of cars are made in japan العديد من السيارات تصنع في اليابان الفاعل ينحذف و المفعول به أخلي بداية الجملة drums are still used to send messages الطبول لا زالت تستخدم لرسال الرسائل people الفاعل تنحذف و المفعول به بداية الجملة فأقول لي most messages are sent by email today وهكذا people تنحذف وهكذا أخذ المفعول به بداية الجملة job interviews are often done online these days مقابلات الأعمال عادة لما تتم عملها online يعني عمل الانترنيت في هذه الأيام هذا متبرين متبرين مهم جدا و تراجعون بالبداية موضوع المبني المجهول يارتجون تختبرون نفسكم بمن بهذه الجملة هذا كما أخذ درسنا لهذا اليوم هذا الحلقة الأخيرة من منهج اللغة الإجليزية للصفة الثانية متوسط إن شاء الله بالأيام القادمة رح أنشر لكم منهج الثالث متوسط بتصويع جديد وبمنهج جديد وبتمارين وأمثلة وزارية كاملة خليكم تابعينوا إيانا و أرجو أن أكون قد وصلت المعلومة لكم بأفضل طريقة و أتمنى لكم كل التوفيق و النجاح قتاما شكرا لمتابعتكم في الفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضاقة تحبون تقدموها تقدرون تتوصلوني معي على حسابات المجهز في الفيديو في الوصف ترجمة نانسي قنقر